أنا اليوم معادها الخطر ما عادش يهدد الأحزاب السياسية وهناك من استعمل بعض السرديات من أجل أنه يقوم بعملية تحييد لغالبية الكتل اللي مهمة في البلاد السردية الأولى اللي استعملوها هي سردية أحداث 1990 سردية 1990 وسردية المحرقة كان الهدف منها هو عمل تحييد حركة النهضة كما استعمل سرديات مختلفة سرديات الفساد وسرديات الارهاب أنه أحاول من خلالها عامية تحييد الاتحاد العام توصل الشغل اتحاد الفلحة واستعمل كذلك السردية بتاع الفساد من أجل أنه يحيد اتحاد الصناعة والتجارة هل فعلا اليوم قيس عيد نجمه قوله من خلال بعض الخطابات اللي اسمعناها أخيرا من بعض السياسين اللي هو الآن على أبواب أنه يحيد يقوم بعمل تتجين لأكبر حزب موجود في البلاد ومن خلاله كذلك الجبهة الخلاص أما أنه هذا كلام مبالغ فيه هل أنه قيس عيد الآن قاعد يستعد نحو نفس المشروع اللي قام به بن علي في 1989 من خلال ما سمي بالمثاق الوطني لأنه كنا قرأه في أغلب الصحف الأجنبية قيس عيد الآن يتحدث على السلاء العلاج السحري بش يتجنب صندوق النقد الدولي من خلال هالاتفاق اللي قاعد يحضر فيه مع ماكرو ومع ميلوني ومع الاتحاد الأوروبي في تجاه أنه هاتنا عملوا أن نكون أنا الحامي لشواطئ أوروبا ونحمي أوروبا من التدفق الرهيب للمهاجرين قاعد يحضر فيه مؤتمر الهجرة ولكن صعب أنه يقوم مؤتمر الهجرة إلا إذا يكون عنده نوع من الوفاق الوطني هل فعلا تونس مستعدين نحن نسكته ومعاتهم غيروا في مبادئنا من أجل مش عارف أنا كما قلت لك أنا فما شكون وقع الضغط عليهم من خلال السردية المحرقة وما شكون وقع الضغط عليهم من خلال سردية الفساد هو ماهوش الظرف هو عام واحدة سعيد وقايس سعيد ماهوش بن علي والشعب التونسي الآن ماهوش هو عام واحدة سعيد والعالم الآن ماهوش هو عام واحدة سعيد هذا أولا ثانيا السردية المحرقة هذه أكثر من يرددها هم الناس اللي يحبوا يبرروا لرواحهم عملية مهادنة مع قايس سعيد يعني وقت اللي جي تشوف الناس اللي مشاول الحب تساوه تقريبا أغلبهم ما يعني على الأقل نقوله موش أغلبهم يقولوا نص 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 جماعة النهضة ونص أخرين ما عندهم مش علاقة بالنهضة علمانيين وحداثيين ويساريين وهذه الكل وصحفيين ومحامين بن علي لأ بن علي وقت الضرب ضرب فقط الإسلام السياسي يسميه هو الاتجاه الإسلامي عليه ببوك والأخرين جاووا معه وبن علي كان أذكى والظرف كان آخر كريمه ما يعمل فيه قيس سعيد الآن ما هو شو اللي يعمل فيه اللي يعمل اللي يعمل بن علي إطلاقا هو قاعد فقط يتخبط في برشة حاجات الأخطاء منها عملية سجن الناس أصبحت ربء ثقيل جدا على ظهره وعلى قيس سعيد ربء ثقيل لأنه ما استثمر فيه حد شيء ومعمل به حتى شيء يعني ما قدمش حتى دليل إلى حد الآن على أن الناس يحط في الحظ وفعلا متأمرين لأنه كل حتى توكى الطيف اللي كانوا مع قيس سعيد أصبح يقول يا أخويا أعطينا دليل لأن الناس هذومتوا عندهم نفخين في الحبس عندهم ثلاثة شهور سيبين عائلاتهم أعطينا دليل واحد مشكلة أعطينا أدلة تخرج النيابة العومية تقول لنا شيء الأدلة إذن المساجين اشترهم مثل النهضة لكن اشتر لأخر ما عنده حتى علاقة بالنهضة ويني وغدوة منا جميزني الحبس لكنيني منيش نهضاي لمين موش نهضاي يعني هذه هي الإشكال مش هذا الإشكال أن الذي يسوق العملية المعرقة هو الذي يريد أن يبرر لقواعده انحناءه ومهادنته ولكن يا جماعة باش نكونوا ننصفوا الناس أني ما شوفش فيها يعني حتى الخطابات اللي تخرج دويكا سيلونيسي واللغيرة اللي يقولوا والله ما عاشت قوم والانقلاب وكذا رأي ميش خايبة رأي منشوفوهش أنا خايبة علاش مش خايبة عامين كاملين أثبتنا أن الرجل هذا منقلب ومعنداش يعني شعبية وأثبتنا أن الشعب التونسي موش راضي بالانقلاب تويكا النجر يقول هم يفكروا هيك يقولك بو نحافظ على الحد الأدنى من التحركات ونعمل تحركات حقوقية ونطالب بإطلاق المسجين ما نسكتش ديما نعمل لها شغلة ديما نعمل لها مشكلة ولكن يرزمني نمشي نجبر ونجبر العالم والقوى الإقليمية على أن نمشوا الناس كل 24 نحتكمل الصناديق بالنسبة حتى الحركة النظر من هني للعام الجاي ما وش بعيد دونك شاعموا ما يرب يعني أخف يعني الأضرار أنهم يحافظوا على الحد الأدنى من التحركات حد الأدنى من الانتظام و يخففوا شوي من النبرة لكن يمشوا يقولوا هل نمشوا للانتخابات وهذا أمر ما هو شغلة باهي لكي ننهزوه النسو كل الانتخابات 24 هنا قد يسئلني واحد سؤال يقول لي هذا معناه انتخابات 24 ياخي باش نعترفه بالدستور بتاع قيس صعيد على نوع أساس على نوع دستور لا نحن نحن نذكركم رؤون اللي قال سمى انتخابات عام 2024 ما هو شي دستور قيس صعيد دستور 2014 ما أنا حتى اللي طالبوا بانتخابات 2014 رأهم ما زالوا داخل دستور 2014 لأنه هو اللذي وحد اللي انتخابات الموظل والتناقص داخل خيس صعيد هو أنه يحكم بموجب دستور 2014 توراه انت لحظتم لحظتم أنه كل الهياكل بدلها وحتى مجلس النواب وعمل دستور لكن هو قعد خارج المنظومة اللي عملها هو بروحه هو يحكم مش بيموجب دستور هو يحكم فينا بيموجب دستور 2014 وحنين وقت نقوله مثال انتخابات 2024 رأنا على دستور 2014 هذا جانب من سؤالك حول المعركة وإلى آخرين بالنسبة للدول الغربية بالنسبة للدول الغربية ما هيش على قلب رجل واحد أولا إيطاليا ما هيش هي فرنسا فرنسا ما هيش هي الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الحكم اليمين عندهم العرب يمشوا عشاكم يقودوا أعطيني واحد يسكر علي معناه الهجرة ونتعامل معاه حتى دوتشي موسيلي بالنسبة للفرنسيس ما عادش هارمينا لعدة أسباب منها أنا الرجل ما عندهش مقبولية ويعرفوا أنا الرجل ما عندهش مقبولية والفرنسيس يعرفوا وعنده مصالحهم منجبش حقهم كان واحد عنده قدر أدن من المقبولية مصالحهم تقتضي أنه واحد عنده جماعة شراكة معينة داخلية وعندهم مقبولية وعندهم نجم يبقى 10-15-20 عام يعرفوا الرجل هذا ما عندهش جواجي بشيبقه وخاصة تقاربة مع الطلاين وطلاين منافسي تونس منذ القرن 19 إضافة أن الرجل سيقولهم صين سيقولهم روسيا إذن بالنسبة لهم عبء عليهم ما تنسوش أنه زادة هم ناس يخافوا شوي من رأيهم العام الداخلي ويعرفوا أن الوقاع وانقلاب إذن نتصور أنه توا في لحظات الحرجة أو لحظات اليأس بش يحاول يقدم أي شي للفرنس والإيطال المهم يبقى خاصة أنه يحاول يعني هو يتمنى أنه يساعدوه بش عملية الإصلاحات الموجعة ما يدخلش فيها يدخل فيها بعد 24 لأنه كان يدخل فيها سيئة ثرة لها بعد ولن يعني سيئة سيئة نهائيا من الانقبات 24 سيئة سيئة